سباغة طبيعية باللون البني اليوم سوف نبرعكم باحد للمولة الصبغة الاقتصادية والسهلة التحضير غير بمكونات في المطبخ وكزينة سوف يسبغون لك لبلون البني او لبلون المارون اللي فيه لمعة وفيه إشراقة وفيه حيوية كذلك زائد انو لغوصية اليوم ترتبليك حتى الزغبة الى عندك مثلا شعر ديلك ناشف عندك شعر مكردد شعر الحرش كما سنقول بها المصطلح هذا الشعر اللي مش انتف فاليوم سوف تقضي ليه على المشاكل اللي عندك حتف الشعر ديلك منها الجفاف منها التساقط منها الفراغات منها الشعر اللي مكتيب شو منها الشعر اللي مكيتوالش كين بعض الناس قالوا لي احنا راكيدو زعام ما كيتوالش لنا قاع 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 الشعر دينا فاليوم اجبتليكم الحل وصفة قوية الحمد لله اقتصادية وغير بالمنزل ديلك وبمكونات نعودش ليكم مرخاو الربخة كيف العادة وكيف معودتكم دائما على الاشياء البسيطة والاقتصادية ولهي سهلة تتحضير وكتوجد يعني ضغية ضغية ولكن اللي بنات غنطلب منكم حاجة وحدا كما كنجين برعكم بالوصفات السهلين هبطوا دابل تحت وفجروا الفيديو باللايكات ما غتخسروا التاشي حاجة حاجة فابور غتديروا علاقة بلي وعلاقة بالقناة وعلاقة بالفيديوهات اللي كنقدم لكم زويني الحمد لله لكي يوصلكم حتى البويوت ديلكم وكتفرجوا فيهم وكتلقوا عليهم اشياء ايجابية ففجروا الفيديو باللايكات ونقول لكم واحد مرحبا والف مرحبا لجميع الغزالات ديالي اللي كتابعوني إلا كنتوا أول مرة كتزوروا لاشين فمرحبا بكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زي الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد خليوا لنا التعليق خليوا لنا الاقتراحات الاستفسارات شنو بغي نشوفوا في الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات الماجئة شنو المواد اللي تبغوني نتكلم عليها ولا فيها اي موضوع ولا اي حاجة حبيتونا نهضروا عليها ولا نتكلموا فيها تلبية الطلبية ديالكم اكيد معلينا الا التنفيذ ان شاء الله انتوما امروحنا ننفذو وتحييل كل اغزالة بغي تصبغ الشعر ديالها باللول بني طبيعيا ماشي بالصبغات الكيموية لانو لبغيتو صبغات الكيموية رموجودين في السوق غير 25 دنهم مغربية ويعني تصبغلك الشعير ديالك كامل ولكن ان في دوز اسبوع كي بدون مشاكل والعواقب يعني هاش شعر ناشف هاش شعر مهلوك هاش شعر بدك يتقرد هاز السبغة بدك تهود يعني بزاف المشاكل فبتالي بعضو على السبغات الكيموية هادشي كان اهدار لكم اه ليه من منطلق تجربتي الخاصة ديالي لانني احتانا اكيد فاش كنت في سن اللي هو صغير كتكن تستخدم السبغات الكيموية وبتاليه الكولية الزغبة ولكن الحمد لله نقطها وعتقتها بالوصفة الطبيعية وفي الوصفة اللي كان دير اللي كيكونو في مسابة كيراتين طبيعي اللي ممكن ديري في الصالون بألف درهم او لبعشرين الفريال وانتي ممكن ديري في البيت ديالك غير بزير ودرهم المهم غنطول شيء عليكم اكتر يالله معي باش نتعرفوا على مكونات الوصفة وتبعوا معي الفيديو منذ البداية حتى النهاية وما تنسونش من اللايكات مطابعة الحال فضلا وليس امرا يلا عجبكم الفيديو باقتا جيو ولا شاركوه مع الصديقات والحبيبات ديالكم تابعونا يوميا تنزلوا الجديد على بركتي الله غادي نمشوا باش نتعرفوا على مقادر الوصفة مقادر الوصفة هما كالتالي غادي تحتاج معي ان شاء الله الى نصف حامضة نصف حامضة بنسبة الحامضة كيعالج حتى الشيب وكيثبت اللون غا تحتاج معي الخل هنا عندي غا خل مائدة العادي هذا ماشي خل تفاح وماشي خل بيض وغادي تحتاج معي بيضة بيضة كاملة هنا غادي ندير بيضة لان الحجم ديالها صغير الى عندك مثلا حجمها كبير ممكن تدري غصفر بيضة ولكن هنا غادي ندير بيضة كاملة وبنسبة لهذا الوصفر كتعلج حتى الشيب نسيت ما ذكرتش هذا المسألة هذي كتسبغ الشعب كتعلج المشاكل اللي ذكرنا في بداية الفيديو كاملين زي اللي كترجو عليكم مسبسب طويل وهذا الشي كيبال لك منذ اول استخدام يعني الرطوبة ولا معان كتلمسين منذ اول استخدام وكذلك تقضي حتى الشيب بالنسبة للبنات اللي عندهم الشيب وخيكون عمرك حتى 60 أو 70 أو 80 أو 90 سنة كما قلنا البيض الخل حامض وغادي تحتاج معي ان شاء الله الى القهوة السريعة الدوابان او للقهوة حبيبات هنا عندي البنات ناس كافي هذي النوعية هذي زوينة وكذلك عندي كمية من الكاكا والمر هنيا هذا اخذي شو ديال العبار ورحم السوس كيكون مفيش الحلاوة كيكون الكاكاو وغادي تحتاج معي شو ديال القرنفل اللي كيعالج لك مشاكل الشعر كاملة منها التقصف ومنها الجفاف وغادي تحتاج معي كذلك الى الكوركم هذي الكوركم هادا ما زالو طري ما عند لها الطار او ما عند لها الشر يعني كيكون بقير كيحمق صراحة وما هذو هما المقادير كاملة الكاكاو الكوركم والبيت والحامد والخل هذو هما مقادر الوصفة كاملين الحمد لله اقتصاديين وسهلين في التحذير وبساطين ورخاصين واحد الدرجة اللي بناسبة ما تصورش على بلكم الحمد لله دائما كان نبغي لكم شي حاجة زوينة وكنجرب يعني ماشي غير كنجي وكنشارك معاكم شي حاجة عشوائية كنحاول ماكسيموم ديالي انني نشرب باش نجيكم شي حاجة اللي فعلا انفو تجربوها انفو تقولوا يالله هيعتك سحي حسك ودعيوا معاي لانو دك الدعوات ما شاء الله ما تصوروش اي قداش كيزيدو اي افونسة وبيال قدام ويشجعوني باش نزيد نطور من نفسي وزيد نخدم كتر يوم على يوم كنزيد نشجع كتر وكتر باش نزيد ان شاء الله نخدم نضاعف الخدمة ديالي من مرتها الجوجة المرات المهم ده باندوزول طريقة السحذير هذو هما المقادر كاملين سوف نبدأ هنا ببيضة كاملة سوف نخدم هذا الإناء هذا لانه هذا الأول صغير شوية سوف نخدم إناء ليكون كي تسع كمية كاملة ديالي بالنسبة للبيضرة خطير يالبنات في ترطيب الشعر هذو غير بيضة بدريهم رفح اللي عملتي كيراتين طبيعي والله القسام لبنات غير جربوها لانه بزفت لبنات يقول لك البيضرة خيبة اللبنات انتو مره بغيتو ترطيبو الزغبة اللبنات اتبه بغيتو الريحة انفو كاتغسلي بالشامبو كاتمشي ريحة البيض يعني باش نكونوا واضحين مهمة ايه غدي نضيف معلقة الكاكا كذلك القهوة معلقة كم يدرتها كاملة اللي بقت عندي و معلقة ديال الكوركم كما قلنا كوركم ليكي كونتري او طازج ماشي داك ماشي داك الكوركم ديال العبار واجده كمية القرنفل سوف نخلط المقادر كاملين على الباركاتي تشعر الحمض تجمع بيضة هذا الشعر القصير تحتاج البيضة تحتاج البيضة تشعر القصير تدري جيد تشعر المصدر تحتاج البيضة تحتاج البيضة نضيف القادية الكاكاو نضيف القادية نضيف الحامل واخر حاجة هي الخل ان شاء الله سنضيف الوصف ان شاء الله نضيف الوصف انتظري الوصفة لا تصبح الوصفة وكثير من الوصفة اشتراك الوصفة ومن بعد يضيف الوصفة بعد الوصفة ونضيف الوصفة اخذ السلوفان و النايلون انا كنا اخذ هذا الرولو الكبير عند العطار يدير 5 و 20 درم مغربية تبارك الله مشاء الله يدوم معك مدة طويلة وتستخدمه في المطبخ وكذلك تديري حتى في الوصفة الطبيعية يعني الخور ربخة وحتى لا عندك فتديري رميكا اخذي رميكا قطعيها مزيان باش هكذا تدخلك للشعير ديالك ولفي بها الشعير مهم انتو مدى والشكل دياله المهم بعد ما كتديري الشعير ديالك كتخلي لي هاد لغسيت تقريبا واحد المدة ديال يعني ساعة مقانية كاملة اللي بناتلي عندهم مثلا الزغباء قوية ولا ماغون ديجة كتخليها قل من ساعة ولكن الناس يعدهم شعر اسود وبغير ينسبقه باللون الماغون خصوم يخليوا لغسيت ساعة من بعد ما كتمر ساعة كتديري السلوفان ولا كتديري البلاستيك الغذائي ولا الميكا ومن بعد يال اللمولاتي كتخلي لي هاد لغسيت في الشعير ديالك ساعة وتغسليه لي من بعد ما كتمر ساعة وتشوفي لي النتيجة لابنات مادلوش البلسم علاش إلا درتي البلسم ما غتبنش لك نتيجة ديال الوصفة لانو البلسم كيرطب الشعر بالتالي احنا بينا نشوف هاد الوصفة شنو المصداقية ديالها ماشي بينا نديرو البلسم لكن بينا نديرو البلسم ما نديرو بلا ما نديرو هاد لغسيت لانا البنات سيكون الفكرة ديالي واضحة ماشي غير هاد الوصفة وإنما اي وصفة لمسو فيها حاجة الترطيب ولا كانت الترطيب داروري ما نديروش البلسم باش شوفوا بمدى صحة هاد الوصفة واش فعلا فيها مصداقية وناجحة ولا لا المهم هاد هي تجربتي الخاصة معاكم وهاد الوصفة ديالي اللي كتبغلها بلول البني وكيكلوين كيحمق زايد رويحها يا سلام ما نعودش ليكم والحامض والخل كيتبت ويعزز اللون ويعطي لمعان ويعطي اشراق الزغبة وهاد الغسته هاد لانو فيها القرنفل تساعدنا حتى على انها ما تخليش لنزغ بطيح فرغات ما يبقاوش ايضا الشعير ديالنا كيبدا يطوال وكيبدا يكتاف يعني مني كديريها الجوش للمرات كيبدا يكتاف ويطوال اما النتيجة ديالترطيب السبغرة كتبان مند اول استعمال هذه حاجة واضحة وبينه صار حتى المراهيقات لانو ما فيهش حاجة لغتقدر تدر لكم بصحتكم وراحتكم الليبنات بليز ما تنسوناش من اللي لايك بليز بليز اللي لايك اللي لايك اللي لايك اللي بناتك تترو منهم وطبيعة الحال فضلا ما ليس امرا بتحليكم خاصة وكبيرة بزاف نطلقى معكم المزيد من الهميزة ومزيد من الفيديوهات ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا الى اللقاء